بسم الله الرحمن الرحيم يعطيك العافية طلاب ثامن إن شاء الله حصتنا لليوم الثلاثاء هي الدرس الرابع اللي هو الصيغة العلمية للعدد درس الصيغة العلمية للعدد هو رقم ما رقع عليك قبل هيك بالعلوم إنه لازم ينكتب العدد بالصيغة العلمية ورح يمر عليك وبعد هيك بالفيزياء بصف تاسع هو إنه كيف بدي أكتب العدد بالصيغة العلمية الصيغة العلمية هي عدد بوقع بين الواحد والتسعة عدد بين الواحد والتسعة وبشتغل بالأسس بشتغل الباقي بالأسس طيب هستنفهم شو يعني صيغة العلمية لو إجيت بتدريب واحد طبعا الدرس عبارة عن فكرتين فقط لا غير أكتب كل من الأعداد الآتي بالصيغة العلمية الصيغة العلمية يعني إنه عدد ضرب عشر قوة خمسة عشر قوة ثمانية عشر قوة سالب سبعة وهكذا باجع العدد هذا بقرأه 8501 لما أجي أكتب هيك عدد بالصيغة العلمية لازم رقم واحد يكون وراء الفاصلة يعني لو حطيت هون الفاصلة بتصير 850.1 والثمانية وخمسين أكبر مش بين الواحد والتسعة حطيتها هون بده يصير 85.1% لو حطيتها هون بده تصير ثمانية صحيح وخمسمية واحد من ألف حسا ثمانية صحيح يعني لازم رقم واحد بس وراء الفاصلة فالعدد رح يصير ثمانية صحيح فاصلة خمسة صفر واحد أنا هيك بكون حولت العدد من صيغة قياسية إلى صيغة علمية هسا إذا رقم أصغر بيكون أس موجب وإذا رقم أكبر بيكون أس سالب يعني هذا كان رقم كبير حولته لرقم أصغر الأس لازم يكون موجب أو إذا تحركت يا حبيبي زي هيك كانت الفاصلة وين بحط أنه فاصلة وهمية مكانها هون الفاصلة كيف تحركت إلى اليسار تحركت لوين لعن جهة إيدك اليسار إذا تحركت لليسار الأس موجب كم عدد تحركت كم عدد صار وراء الفاصلة كانت الفاصلة هون صارت هون واحد اثنين ثلاث ثلاث أعداد وراء الفاصلة فهي عشرة قوة ثلاث وإذا تحركت لليسار شو الأس بدي يكون موجب نيجي لهذا العدد هذا العدد 74 عشان يكون عدد بين الواحد والتسعة باجي بقول الفاصلة هون موقعها فالفاصلة هون موقعها شو صار العدد 7.4 وهيو 7.4 هس أنا كم عدد اتحركت كانت الفاصلة الحقيقية هون الفاصلة هون صارت الفاصلة هون برضو هاي فاصلة حقيقية مش وهمية مش وهمية بين الفاصلتين كم عدد واحد اثنين ثلاث اربعة هاي هين اربع اعداد الاربعة ما تحركت ورا الفاصلة شوف لي بين الفاصلتين اللي انت عملتهم كم عدد في عندي اربع اعداد فهي عشرة قوة اربعة لكن انا كيف تحركت كانت الفاصلة هون وانا حركتها صارت هون فانا تحركت لوين لليمين فالقس بدي يكون سالب او انه بدك تعتمد ايش كان الرقم الصغير اربعة وسبعين بالمئة الف صار العدد كبير سبعة صحيح فاصلة اربعة يعني العدد هذا صغير كبرته لما كبرت العدد الاس سالب هذا العدد ثمانة الاف وخمسمية يعني ايش كبير لما صار ثمانية صحيح فظغر هذا العدد السموجة هون هذا العدد ثلاثمية او باجي بعده ثلاثة مليون وستمائة الف طبعا اكيد الفاصلة هون بده تكون عشان يصير ثلاثة صحيح فاصلة ستة طبعا الاشارة السالبة بتنزل ولا الها دخل بالصيغة العلمية الموجب موجب وش سالب سالب صار ثلاثة فاصلة ستة لما انا اجيت حطت الفاصلة هون كم رقم صار ورا الفاصلة واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة ضرب عشرة قوة ستة وانا بتطلع كان رقم كبير وانا ظغرته فاكيد الاس موجب وهاي هي طريقة الصيغة العلمية للعدد او التحويل من صيغة قياسية الى صيغة علمية حس بتدريب اثنين عندي الفكرة الثانية والاخيرة بالدرس اكتب كل من العددين بالصيغة القياسية الصيغة القياسية بكون العدد مكتوب بالصيغة العلمية باجي بدي اكتبه بالصيغة القياسية اول اشي بقول اذا الاس موجب بدي احرك الفاصلة لليمين هون الاس موجب بدي احركها لليمين هاي ايدك اليمين بالاتجاه ها بدك تحركها كم مرة سبع مرات واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة فالعدد شو بدي يصير ستة او ها ستة تسعة ثمانية سبعة اثنين كم رقم كان ورا الفاصلة واحد ثلاث اربعة عندي اربع اعداد طب اشان اوصل السبعة ها خمسة ستة سبعة بكمل اصفار لانه القس ايش موجب لو اجينا لهذا القس سالب الحركة راح تكون هيك الفاصلة كانت هون بدي احرك منزلتين واحد اثنين فهيو صار ثلاثتاش اول رقم اتحرك هو الواحد ثاني رقم بحط محله سفر اللي هو ايش ها سفر فانا هيك بكون تحركت كم منزلة منزلتين هاي الفاصلة الحقيقية ها مرة مرتين اول مرة نقلت الواحد ثاني مرة بحط صفر او انا تحركت منزلتين كان عندي رقم واحد ورا الفاصلة هاي رقم عشان اكمل للاثنين بدي رقم ثاني والحركة لانه القس سالب بتكون كيف انه الرقم كان واحد فاصلة ثلاث صار ثلاثة بالألف يعني الرقم صغر وهيو اس سالب تحرك بالفاصلة لليسار فالفكرة بايش انه انا بدي انقل العدد هاذ رح اتحرك زي هيك مش بالاتجاه هاذ باتجاه اليسار تحركت عددين اول عدد اللي هو الواحد ثاني اشي حطيت الصفر لانه مظلش عدد انقله مفيش اعداد انقله فحطيت صفر محله وهيك انا بكون تحركت حركتين وصار العدد شو هو ثلاثة بالألف وهيك احنا بنكون خلصنا فكرة الدرس كامل اللي مطلوب منكو يا شباب الواجب صفحة 29 اكتب العدد بالصيغة العلمية اكتب العدد بالصيغة القياسية وهظول هني اهم سؤالين وبعدين بتطلع لي على السؤال الثالث للي بقدروا يحلوه احنا رح نحلو ان شاء الله مع بعض لكن بدي اشوف مين رح يقدر يحله ومين رح يقدر يعني مين اللي قدر يوصل لفكرة الدرس او انه يفهموا 100% بتقدر تطلع على الامثل بتستفيد كمان اكثر ويعطيكو الف عافية يا شباب ترجمة نانسي قنقر